بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا نكمل دايما مع الازواج نكمل دايما مع الازواج لانهم في الحقيقة ده حقهم علينا حقهم علينا ان احنا ندعمهم وكمان نتناقش مع القضايا اللي بتشغلهم وبتخليهم حسين ان هم محتاجين دعم من الحاجات اللي دايما بحس فيها في الارشاد الزواجي بان هم محتاجين دعم فيها قوي ان في حد يحس ان هو بدأ يتحول الى رماد يعني كان متوهج وكان حصل له حالة من حالات التقلق اول ما تجوز ويحس ان هو اتطفى يحس ان هو حصل له ايه اتطفى والتعبير ده بيستخدمه ازواج كتير وزوجات كتير ان هم يحس ان هم اتطفوا بس اللي احنا نتكلم عنه النهاردة اه صحيحة وبيسبب ان هم يتطفوا لكن هو بيكون هو لما وصل الى حد ان هو اتطفى بيكون مرة بمرحلة صعبة شوية اسمها الاحتراق النفسي ان هو قاعد يقاوم ويتعب ويحاول يصلح بينه وبين نفسه لغاية ما حصل له احتراق بيحصل اه انا عارف ان الناس اللي عاعدين اصادة دلوقتي فيه ناس كتيرة بتقول احنا وصلنا لده او حتى فيه ناس بتقول احنا خايفين نوصل لده فيه ناس بتفكر ان الجواز لازم يبقى فيه شريك الحياة لازم يبقى شمعة بتحترق من اجل الاخرين عارف انت لما واحد يقول له انا شمعة بتحترق من اجل الاخرين وعلى فكرة دي احد اسباب عزوف بعض الناس عن الجواز ان هو مش عايز يحترق مش عايز يبقى بيحترق من اجل الاخرين مش عايز يحترق من اجل زوجته مش عايز يحترق من اجل الاولاد وهي نفس الكلام فتقول أنا ليه أعمل ده كله ما أنا لو ما قدرتش بعد كده العلاقة تفسد فخلينا على الباب وبعضهم بيبقى كمان فاهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباقة فليتتزوج إنه هو لا أنا كده مش حابب ده بس الفكرة دي للأسف لما بنعيش بيها بنوصل للاحتراق النفسي فعلا للأزواج والزوجات لما بيعيشوا إنه هم كده للأسف بيوصلوا للاحتراق النفسي ليه طيب لأنه بيحمل نفسه ما لا يطيق أه صحيح الشمع بالدوب بس إحنا عايزين في الجواز إنه إحنا مش ندوب إحنا عايزين في الجواز ندوء السعادة والهنى اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة عايزين ندوء المودة والرحمة فالحياة الزوجية مليئة بالأنوار وبفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وعشان كده الله سبحانه وتعالى جعل الزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة يبقى يا زوجتي عشان إيه؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مش عشان لا نتعذب ولا هي تتعذب لا أنا أحترق ولا هي تحترق فيه ناس كتيرا وأنا بتكلم دلوقتي بيقولوا إيه؟ بيقولوا بس ده اللي بيحصل أنا بحس أن أنا بحترق وبتلاشى وهو كمان بيحس أنه هو بيحترق وبتلاشى بالمناسبة الاحتراق ده مش شيء مزعج عشان اللاسع اللي بيحصل فيه لا ده فيه ناس بيحصل لها كمان بلادة بيبقوا لا بيشعره ولا بيحسه لكن الاحتراق في الأساس بيفقد الإنسان معنى وجوده وبيخلي الإنسان منشغل بحاجات مش حقيقية زي مثلا إيه؟ يفضل هو أخرج نفسه من حيز الزوج إلى حيز أبو الأولاد ويأخرجت نفسها من حيز الزوج إلى حيز أم الأولاد وعايشين محترقين هم لا بيحسوا باليوم ولا بيحسوا بالكلام ولا بيحسوا بالحياة مش حاسين بحاجة خالص قطعة من التلج وهما حاسين كده كمان الشعور ده بينتقل إلى شريك حياته في ناس كتير بيحاولوا يروجوا لنفسهم وللآخرين إنهم موجودين عشان يحترقوا وده مش حقيق محدش ربنا سبحانه وتعالى جعلوا عشان يحترقوا كل الناس مكرمين أي زوج وأي زوجة آه في زوجات كده أو الله العظيم هي بتقول أنا دلوقتي أنا عايشة علشانكم طب عايشة علشان تعملي إيه أحترق علشانكم أضحي يعني إيه بقى أتحول لضحية وبيسموا نفسهم ضحية لا الجواز مش مكان للأضاحي الجواز مش مكان عشان الواحد يتحول إلى الضحية لا الجواز ده نعمة ربنا اللي قال لنا أن الجواز ده نعمة ولكن ده نوع من أنواع سوء إدارة النعمة الجواز إذا كان نعمة فلما الواحد يحاول الجواز ده إلى نوع من أنواع الاحتراق وإن أنا بفني نفسي علشانكم ده سوء إدارة للنعمة ربنا سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيد أنكم النعمة محتاجة أن نحن ندرها تعالوا ناخد نفسنا كده وأقول لكم حاجة مهمة جدا هو إحنا لما عملنا كده وتحولنا إلى ضحية كنا مستسهلين آه كنا مستسهلين آه ما حدش يزعل مني بس عشان بس ما حدش يقول لي إحنا كنا مستسهلين إنت عارف الاحتراق ده بيعمل إيه ده بيوجعنا ويقلمنا ويتعبنا آه صح بس هو استسهال لأنك أنك تتعامل مع نعمة ربنا بالطريقة دي أنا أسف يعني الطريقة السامجة اللي هي فيها مش مطلوبة منك ولا حد أمرك بيها ولا ربنا أمرك بيها أنت ربنا أمرك أن أنت تعيش في الجواز بالمعروف وعاشرهن بالمعروف يعني أنت لازم تعيشوا مع بعض بطريقة مختلفة عن أن واحد فينا يتحول إلى ضحية أو إحنا الاتنين نتحول إلى ضحية وده مش معناه أنك ما يبقاش عندك إثار مثلا آه بعض الناس يقول لي يعني أنت دلوقتي بتقول لنا ما أنت لما بتقول لي ما تحولش إلى ضحية يبقى أنت بتمنعني أن أنا أقصر حد علي لا خالص الإثار حاجة وأنك تحترق نفسيا حاجة تانية ليه؟ لأن الإثار هنا معناه أن أنت بتعمل حاجة إيجابية مش معناه أن أنت تتحول إلى شيء أناني فبتخرج من الأنانية بالإثار التضحية معناها أنك تحس بأنك بتستهلك بتدبح بتدبح نفسك عشان الآخرين ويه؟ وبتفني نفسك وتستهلك عشان أن الآخرين يعيشوا وأنت تتوارى وتزوب وتنتهي حياتك وأنت عايش وده بيخليك عايش مستني إمتى هتتحول إلى الرماد إمتى هتتحول لضحية وده بيضمر حياتك ويستهلك أما الإثار لا 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 الإثار معناه راقي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص يعني إيه؟ يعني أنك تشوف أن الآخر اللي أنت بتؤثره عن نفسك هو أحق باللي أنت بتؤثره به مش معناه أن أنت شايف أن أنت بتقطع منك وتتديله لا هذا هو حاجة هو محتاجها أكتر مني وده معناه أن أنت شايف أن الإثار ده نوع من أنواع العطاء وعطاء لشخص مستحق خلينا أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أطع علينا طريق الاحتراق ليه؟ لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا إزاي أن يدير حياتنا حياة الأزواج ما خلهمش إيه؟ يحترقوا من أجل بعض فمثلا على سبيل المثال ما قالش للسيدة عائشة غيري من طباعك واحترق من أجل العيشة لا خالص السيدة عائشة كانت تحب أن ترى لعب الأحباش حضرت النبي يوريها ده السيدة عائشة تحب أن تتعلم تتعلم السيدة عائشة تحب أن تتسابق ويسابقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحياة ما كانتش محترقة ولا حاجة حضرت النبي علمنا إن إحنا نقاوموا الاحتراق لأن الاحتراق على فكرة ما بيجيش غير على مفاهيم سيئة ومغلوطة المفاهيم دي ممكن تكون راجعة للنشأ وإحنا بنحاول نعيشها ونبررها يعني مثلا من المفاهيم بتاعت الاحتراق دي ما الدنيا عبارة عن إيه الدنيا عبارة عن كد وتعب وهلاك وأزى خلاص أنا نصيبي كده مين قال إن ده نصيبك ده نظرتك كده مش نصيبك كده ففي علاقات مستهلكة ولو اكتشفناها إحنا بدري بنلحقها قبل ما تحرقنا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن احنا نقطع طريق الاحتراق فقال إن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع المنبتة ده اللي بيجري بسرعة 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 الفرس اللي تحته هيهلك وهو هيوقف مش هيقدر يوصل للنهاية وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن احنا ما نستهلكش نفسنا يعني ايه ما نستهلكش نفسنا ما نعودش نحمل نفسنا ما لا يطلب مننا بدون داعي لا احنا نجلس والحياة نتكلم فيها ونتناقش ونتكلم في كل شيء لأن أول شيء بيحس بيه الإنسان اللي هو بيستهلك نفسه واللي داخل في علاقة مستهلكة هو عدم الارتياح فالحياة اللي كان بيعملها هو مبسوط ما بقيش يبسط بيها فلازم نلتفت إن الشخص اللي بيحترق ده مش بيحصل شيء إلا الرماد وفي الحقيقة العلامة بتظهر بدري يعني العلامة بتظهر الاحتراق ده بيظهر بدري ومن علاماتنا الاحتراق إن الشخص اللي كان بيعمل مجهود وهو فرحان وسعيد خلاص يتحول الأشياء اللي هو بيعملها دي إلى تعب وثقل وعب ويبقى متعصب وهو بيعملها ويبقى بيعمل حاجة وهو بدون أي استمتاع بل بألم شديد ولكن هو حاسس إنه لازم يجري ويستهلك نفسه ويبقى الحاجة سيف على قربته إنه هو يعملها طب وده يبقى حاسس بإيه حاسس إن كل يوم بييجي بيقصف ساعته كل يوم بييجي بيقلمه فيه ناس كتير هتقول طب ما إحنا عايشين ده آه يبقى إحنا لازم نغير ده نقف لازم نقف ومعنى إنه إحنا نقف إنه إحنا نكلم شريك حياتنا إنه إحنا نتفاهم إنه إحنا نخرج من ده فيه ناس كتير بتحس إن لا ما فيش حل لكن إحنا بنحس مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه فيه أمل على طول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرنا من المعروف شي يعني لو أن تلقى أخاك بوجه أن تلق يعني ممكن يكون حل للإحتراق ده إن أنا أتكلم مع شريك حياتي وأنا في حالة استبشار ولازم نعرف إن الإنسان اللي بيشعر بالإحتراق بيحس إنه تائما مطالب ومش من حق إنه يطلب حاجة وأول شيء بيفقده الشخص المحترق ده الحلم بيفقد حلمه ويفقد رؤيته للنفع اللي ممكن يقدمه للآخرين ويفضل هو حاسس إنه ما بقلوش قيمة ولا لي لازمة لأن الفكرة اللي بيفكر فيها هي فكرة التنازلات وإن اللي بيحصل ويبتدي يتنازل لكن في الحقيقة هو مش بيتنازل هو بينزل وبيقل ويحترق يبقى لازم ناخد بالنا عشان ما نوصلش للإحتراق ومن أول ما نلاقي نفسنا بدعنا في مشوار الاستهلاك لازم يكون لنا وقفة نعرف إزاي إننا في علاقة مستهلكة عندنا ثلاث حاجات بتوضح جداً إن إحنا في علاقة مستهلكة أول حاجة الضمان كل واحد بيضمن شرك حياته لما شزوج يضمن شركة حياته لو سمحت اعرف إن انت كده بتستهلكها اعرف كده إن هي تحترق يعني هي ضمنها موجودة في البيت مش محتاجة اهتمام يعني إحنا موجودة من في البيت لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اللي الاهتمام ده أمر مهم جداً طب هي تعمل إيه؟ هو الاهتمام بيتطلب أو بيتطلب الاهتمام ده حق الاهتمام ما بين شركاء الحياة حق فيطلب يطلبه الرجل وتطلبه المرأة ده حق فعشان كده الضمان مش معناه إن انت تسق في أخلاقها لا الضمان معناها إن هي تروح فين يعني ما قاعدة في البيت هو يروح فين موجوزي الضمان ده بيخلي الشخص يحترق من غير ما ندري ليه؟ لأنه بيحس إن الجواز خلاص انتهى ففكرة الضمان ده بتحسسه إن الجواز انتهى فبيحس إنه واحترق ودي مش معناه إنك تشك إن احنا نشك بعض ولكن المعنى إياك أن تراهن على المخزون العاطفي والإنساني في قلب شريك حياتك حتى الكلام ده مع أولادك على فكرة الحياة التانية اللي بتحسسك بالاحتراق هو التفسير اللي هو من وجهة نظر واحدة احنا بنفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للحياة إن لما طلبت الزوجة من زوجها إنه يروح يسلم على أهلها فشاف إن السلام على أهلها ممكن يحصل فيه رفض فإن اللي حاصل فمشاهرة فلما مرعاش مراش عيرها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي يعني إل اللي حاصل أنت كنت تشعر إزاي لو أني زوجتك مرديتش تسالم على أهلك هي بقى بتشعر إزاي إن هي أنت مش مقدر رؤيتها تحس إن هي بتحترق وتفضل تكتم في نفسها وتحترق وأحد المعاني الرئاسية في فهم الحديث إنك تتوقف عن فهم الأمور من وجهة نظرك أنت بس مش بس إن أنت تقدر الخيل لأخوك لكن لا ما تشوفش حاجة من وجهة نظرك أنت بس الحياة الثالثة اللي إحنا لازم نعرف إن هي كمان بتوصلنا إلى إن إحنا نحس بالاحتراق إن إحنا ما نعليكش ضيق الوقت يعني إحنا عندنا أعمال كتيرة 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 ومش بنقعد في البيت وبنسيب الأعمال دي تاكل حياتنا ومفيش أجازات ومفيش خروج مع بعض ومفيش مفيش مفيش في اللي يحصل فالحياة بتضيع بتستهلك وبيحترق لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزوه لنا اوعوا تفتكروا إن أعباء الرسالة وأعباء الأمة شغلتني عن أهلي فإنت لازم تلتفت إن فكرة إن المشاغل كتيرة ومفيش وقت ومفيش وقت الأسرتك ده نوع من أنواع الاحتراق وإنك تفتكر إن أعمال البيت وأعمال الأولاد دي مش بيخليك تهتم بنفسك أو تهتم بجوزك ده شكل من أشكال الاحتراق هنيجي بعد كده نبص اللائل لتنين الرماد فلذلك إحنا مش هنطلق المسألة مسألة للزمن الزمن مش هيجي غير بمشاغل جديدة إحنا اللي نازم نغير خطتنا في التعامل مع الوقت لأن العواطف بتستهلك تحت وطقة الغياب وإحنا عندنا عبارة لطيفة جدا جدا البعيد عن العين بعيد عن القلب فبتتآكل العواطف وكل واحد فينا بيستبدل كل واحد فينا بيستبدل الآخر بأشياء كتيرة وأنا شفت حيات كتيرة يعني من الحاجات اللطيفة اللي بقولها للناس خلي بالكم لو شركة حياتك تطلبت إن هي تجيب كلب وإنت مش مهتم بيها ففي حالة من حالات التعويض أوعوا تخلوا شركاء حياتكم يستعيدوا عنكم بيوجود أشياء كتيرة ساعات على فكرة الست بتحب تنزل بتشتري حيات كتيرة لأن هي إيه اللي حاصل حاسة إن اللي تشتري ده هيخليها تتقلق تاني وترجع للحياة لأن هي حاسة إن هي تحترق طب معنى كده إن أنا ببرر المبالغة في الشراء لا أنا بنبه الأزواج لأن هم يتنبهوا لمسألة الاحتراق نفس الكلام لما الزوجة تلاقي الزوج بيعمل أشياء كتيرة جدا جدا ما بتعودش عليه بنفس على فكرة ممكن يكون دي علامة احتراق طب نعمل إيه بقى على طول لازم وقفة وأول قرار اللي لازم ناخده بالوقفة إن احنا نقعد مع بعض نتكلم نص ساعة نص ساعة دي مش كتيرة نص ساعة كل يوم بلا ملل من غير شروط من غير وسائل تواصل من غير تليفونات من غير ما نتكلم في المشكلات دي ثلاث شروط لازم في الجلسة بتاعتنا لو سوشيال ميديا لا تليفونات كمان مش هنتكلم في المشكلات نقعد مع بعض نص ساعة صفية خلصة يا جماعة ما حدش يقول لي ما حدش يقول كده أنا ما حدش يقول لي والله نجيب النص ساعة دي كل يوم منين ده فيه كلمة مشهورة بيقولك أفضل عشر دقايق تشوف فيهم السوشيال ميديا الثلاث ساعات لقبل النوم الناس مسكين السوشيال ميديا طول الوقت طول الوقت طول الوقت وأنا كده بقول أن السوشيال ميديا شيء لكن إدمان السوشيال ميديا بقى من أكتر الزواهر الاجتماعية اللي احنا بنعيشها فلو سمحتوا من نص ساعة عشان تستردوا حياتكم ما حدش يتفرج يعني ما حدش يتفرج على شريك حياته هو بيحترق وبعد كده يقول هو إيه اللي حصل أنت كنت شريك أنت كنت شريك في هذا الاحتراق لما تركته نوقف ونقرر أن احنا نص ساعة نقضيها مع بعض بالتلات شروط اللي احنا قلناها دي تاني إجراء لازم نعمله بشكل واضح لازم نعبر لبعض على محبتنا لأن في بعض الأحيين احنا محتاجين حاجة عارفين ده عارفين زي الإشعال الذاتي محتاجين حاجة تشعل الشعلة تشعل الشعلة يعنيه تشعل النور ندوس على الكبس أنه يحس أنه لسه موجود في حد بيحبه في حد بيقدره فلازم نعبر عن حبنا برسائل حتى نعبر عن حبنا وامتناننا لازم كل يوم شريك حياتي يعرف أن أنا أعبد الله سبحانه وتعالى فيه أعبده بإيه إن دايما نقول كده إن التعبير عن الحب في البيوت لشركاء الحياة زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ولوك ما ترفعه فيه في زوجتك يا صدقة كذلك التعبير عن الحب والتعبير عن الامتنان في البيت شكل من أشكال ذكر الله لأن أنت بتعمل ايه؟ بتنفذ ببساطة خالص 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 وعشرون نب المعروف يا سادة اسمع شريك الحياة بعض الكلمات اللي تدعمه وتخليه يخرج من ضياعه دي عبادة وتعاونوا على البر والتقوى اعبدوا الله سبحانه وتعالى بإن أنتوا تسمعوا شركاء حياتكم كلام امتنان وحب والله فيه مشاكل كتيرة ما هتتحل غير بكده الحاجة الرابعة إن إحنا ببساطة خالص أحد حاجات اللي مهمة جدا جدا إن إحنا نعملها حاجة التالتة اللي إحنا لازم نعملها إن يكسر الاقتراب والاحتضان في ناس كتيرة بيبقى الاحتراق بدعها بيضيع باحتضان بيخلص الاحتراق بيتطفن نار باحتضان إن الناس تكون قريبة ولذلك رسول الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة انت شربت منين فيشرب من نفس مكان الماياه بتشرب رسول الله عليه وسلم السيدة عائشة تقول ما انتقل رسول الله إلا هو ما بين صدري ونحري يا الله يقول لما يكلم عن السيدة عائشة لا أحد يتكلم عنها فلا ينزل عليه الوحي إلا وأنا في حجرها يا سلام على التقارب يا رسول الله انتوا عايزين الشخص ما يحترقش وإحنا كل واحد بيننا مسافة تما هو يتطفى إزاي ده فلازم نقترب من بعض فلازم نحتضان حاجة الأخيرة اللي احنا لازم نعملها لازم نبتدي مشروع جديد لصناعة الزكريات نصناع الزكريات بشكل مفاجئ لبعض عشان ندخل البيت بشيء من البهجة وهذه الصناعة اللي هي صناعة الزكريات دي هتجدد الحياة مرة تانية الأربع حاجات اللي احنا قلناها كفيلة النية تخلي الرمات ده يدب فيه الروح مش بس يدب فيه الروح يدب فيه المودة والرحمة والراحة والسكن وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى الله ما زال ينظر إلى هذه البيوت والله سبحانه وتعالى يخرج الحياة من الميت وكمان يخرج الحياة من الرماد رماد للقلوب دي الله سبحانه وتعالى يحييها بكلمات طيبة والكلمة الطيبة صدقة والكلمة الطيبة تفتح أواب رضا الرب لأن الكلمة الطيبة إذا كانت صدقة فالصدقة تطفئ نار الرب تطفئ غضب الرب يبقى إذن هذا الكلام سيفتح علينا باب الرحمة يا رب ارحمنا واعنا على أن احنا نكون سبب من أسباب جبر خواطر شركاء حياتنا وجعلنا يا رب نفتح أبواب الجنة بهذا الجبر يا رب العالمين أكرمنا بودك ومددك واجعلنا من أهل جبر الخواطر ومن أهل دعم شركاء حياتنا بجمالك يا جميل بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي منتلقى عليها أسئلتكم ومنخصص لها وقت عشان نجاوب عليها لكن خلينا على طول نسمع أول سؤال من حضراتكم من الأستاذة مونة من أسيوت أهلا وسلام عليكم وعليكم وسلام ورحمة الله وبركاته وأتمنى على حضرتك بس أن حضرتك تتفضلي عليها وتوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون أهلا وسلام عليكم عليكم وسلام عليكم تتفضلي يا فاندي زكي حضرت الشيخ نعمة وفضل الحمد لله أنا مونة من أسيوت رب نفتح عليك تفضلي الله يخليك كل موضوع الحلقة النهاردة أنا وجوزي فيه طيب أنا مش عارفة أتصرف معه ومش عارفة ومش عايزة أدخل حدي من أهلي عشان اللي بيدخل من أهلي هيخرب العلاقة بتاعتي أنا وهو أهدين 12 رسالة متجوزين طيب وبعدين بس وهو أنا مرة تاني أنا مرة تاني طيب وبعدين لما أصلى على النبي يعني يعني ياضي 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 بس لو سمحت أنا عايزة أجي عندكم دار الإفتة عشان الموضوع مش هينفع على التلفزيون طيب يا ستي آه لو نسعم بحضيك في مركز الإشارة الزواجي يعاتيه معاكي وتعالي وأتشرف بحضيك بس خلينا أقول لي حضيك بس حاجة كده لغاية ما تجينا بدل هو في في بيتين فاحنا دلوقتي عشان نعمل ده انت عندك فرصة ان انت تحسني إليه وتخليه يسمع الكلام اللي احنا قلنا ده واذا كان هو عنده حاسس ان البيت بقى ما فيهوش نفس الحنين ونفس الشوق ونفس اللي حصل ده نحاول نطبق الإجراءات الأربعة اللي أنا قلت لحضراتكم عليها دي وان شاء الله لغاية ما نقابلكم في مركز الإشارة الزواجي بدر الإفتال المصري معايا الأستاذة مي من القاهرة أستاذ مي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسلام بحضراتك تفضلي يا حضراتك نعم وفضل جعلتنا سعيد على حضرتك أمين وعلينا وعلي جمع الأمة يا رب أولا أنا عندي ثلاث أسئل عايزة أسألهم لحضراتك بس بحاجة الخاصة يقفع بعد إذن نعم إيه اللي يا خليه تصدق لي نعم إذن حضراتك أولا يعني طلبة من حركة دعاء تبعيلي لأن ربما يصلي الحياة المتجوز لأني أنا عاديت لأربعين وكل الناس بدأوا يتسلموني أنت حلوة وأنت شغالة وأنت متعلمة مش نقفف حالة لي ليس أكثر غير دلوقتي ساعة نفسك أنا كنت بدرس بكاملت عليني أنت وصلت للمرحلة أني أنا كنت عايزة أوصل لها يعني طيب ما أبينيش حد مناسب فأنا بجعي ربنا ربنا يرجعي إن جميل حلالي ودعوة تبقى عنه حاضر عادة لحضراتك دعونا ثانيا بقى هل في علاج بالقرآن طيب يعني أنا بجيب مثلا في حد نجين شوية آيات كده بالقرآن بقرهم على مية وأدعية وبشربها هل في علاج بالقرآن يشكل إنسان من أي مرض أو أي حاجة موجودة فيه طيب السؤال الثالث السؤال الثاني صلاة الوطر لما جي أصليها مثلا لو أنا مثلا منذ غفظة معاني ونطلبش لحيثة وقتها وأنت صلتها الساعة 2 أو 3 أو قبل السجل مثلا بسوية والفجر الدين علي وأنا بوتر هل بي تبقى صحوحة ولا لا أقول لحضرتك السؤال الأولاني أنت حضرية بتقولي أولا لي حاجة كان بس آخر حاجة وحضرية جاوز علي حاضر أجاب على حضرتك حاضر يبقى كده عندنا أربعة سؤالة خلينا نبتدي بالسؤال الأخير عشان بس إيه آه أقولي بسم الله الرحمن الرحيم لأنها للاستفتاح الصور استفتاح الصور إلا أنها آية من صورة الفاتحة في قراءة حفظ يبقى عندنا دلوقتي إيه يبقى آه نقرأها نقول بسم الله الرحمن الرحيم في كل مرة دي من السنة أن احنا نقول الكلام ده في كل صورة لو أنت بتصلي الوتر وأدركتي من الوتر ما يساوي راكع فإن شاء الله خلاص الوتر يتحسب يعني تكمليه معناها أن أنت تكملي الوتر ما تخرجيش منه ولا أي حاجة وحتى لو أنت في صلاة تكمليها وإن شاء الله يتحسب لك ويتحسب لك ثوابه إن شاء الله اللي بعد كده أنت بتسألي عن العلاج بالقرآن بتسألي عن العلاج بالقرآن القرآن فيه شفاء لكن القرآن مش أقراص ولا دواء يعني ولا دواء يعني إيه القرآن مش كيميكا القرآن الله سبحانه وتعالى جعل بركته الله سبحانه وتعالى يبارك في قراءة القرآن ويبارك في من يتلو في من يتلو قرآن فيعطيه عطاء لكن إن إحنا نخلي القرآن نحاول القرآن إلى كأنه صيدلية وده بيعالج كذا وده بيعالج كذا القرآن كتاب هداية مش جاي عشان يبقى بديل للأدوية واللي يخلي القرآن بديل للأدوية هو والعياذ بالله يخالف مراد الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات اللي يقول الألباب فليي´عمل كده وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى وعباد الله أولى الناس بأنه يشر علينا بأن إحنا نتعامل بالقرآن بعيدا عن الأدوية لو كان ده هو ذات المراد كان حضرت النبي قال لنا كده لكن الرسول الله صحيح فإن الله ما أنزل لداء إلا وأنزل له دواء فمسألة العلاق بالقرآن إنه يبقى فيه علاق بالقرآن وما نروحش فيه للأطباء الكلام ده غير مقبول غير مقبول شرعا لا إحنا مأمورين شرعا إنه إحنا نتداوى مأمورين شرعا إنه إحنا نتداوى لكن الكلام اللي حضرت بيقوليه بقى اللي بيستخدموا كثير من الناس إنه هم يستخدموا الرقية شيء مهم جدا جدا في علاقات النبي الله سبحانه وتعالى وأصلا الشفاء سواء استخدمنا دواء أو استخدمنا أي حاجة من عند الله فتلاوة الرقية أو تلاوة الأشياء دي نتلوها لماذا؟ لأنها علمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تفتح علينا أبواب البركة وأبواب النور وأبوال لكن هذا ليس معناه إن هذا دواء دواء يعني إيه؟ يعني ده ليس معناه أنه بديل عن التداوين محدش يقدر ده يعني عشان بس محدش يقول يفهم أنه ليس دواء يعني ما نفعلهوش لا نعيدك كلام مرة تانية نحن سنتلو القرآن وسنقرأ الرقية ولكن هذا ليس بديلا بشكل واضح ليس بديلا عن التداوي بالعكس إحنا بنفتن الناس وبنفتن عنفسنا عندما نفعل ده وده ليس مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الثاني ربنا سبحانه وتعالى يا رزقك ويكتب لك الخير بس أنا عايز أقول لحضر لك حاجة محدش قال أن الجواز له سن الجواز ملوش دعوه بالسن هذه من الخرافات اللي احنا عشناها أن الجواز مرتبط بالسن لا الجواز مرتبط بالنعمة أن في حد يحس أن الجواز في الوقت ده نعمة ربنا فتح عليه بيها سواء الناس تقدم بهم السن أو ما تقدمش الجواز ده نعمة من نعم ربنا هيكتبها ورزق وإن شاء الله ربنا يوسع رزقك ويكتب لك الخير ويجعلك إن شاء الله من أهل التوفيق والسداد وإحنا عندنا فكرة لعله أخره ليقدمه وممكن ربنا سبحانه وتعالى كان يخفي لك إن شاء الله شيء تسعدي بي وتتهني إن شاء الله وأبشري إن شاء الله ربنا يفتح عليك ويرزقك الزوج الصالح إن شاء الله أنت ومن يسمعون معنا الأستاذ أحمد من السويسي استفضل أستاذ أحمد أهلا السلام عليكم عليكم السلام عليكم أستاذ أحمد ممكن بس أطمع إن حدك يعني توطي التلفزيون تسمعني من التلفزيون لو تكرمت حاضر تمام اتفضل أستاذ أحمد السباح حدرك عدي سؤالية تفضل السباح حدرك دلوقتي والدتي وبتوفيق من الشهرين الله يرحمها يجعلها في فساعة جنات كانت قاعدت أسبوع من غير أكل ولا شرب مكنتش عارف اللي هي خلاص بتودع أنا أبو كان مانا مكنت تتابع لي أسبوع تعبان برضو من أكل والشرب مكنتش باكل وكانت تام أخذها أنا في كلمة كان في الآيام الأخيرة مكنت بتام الحمد على سلم كانتش تقدر تقوم فأنا عليها ذنب اللي أنا ما جبت لليه الدكتور أو كده فأنا مكنتش عارف اللي هي بتودع تاني سؤال والدتي كانت متوفية وهي بتضحك عاوز أعرف ده تفسيره إيه طيب كويس بس لسيدي أنت دلوقتي إذا كنت أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنت مكنتش عارف أن هي تعبانة أو مريضة وكنت متصور أن هي لا ما عندهاش رغبة خليك لو تسمعني أنت حاس أن هي ما عندهاش رغبة في الأكل مش أن هي عدم أكلها ده لأن فيه مشكلة في جهاز البلع أو أو شيء من هذا القبيل فأنت ليس عليك شيء لأن الله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه أنت أخطأت في التقدير وما كنتش عارف ده أنت مش طبيب أنا بقولك كده ليه عشان ما تستمرش أنت في جلدي ذاتك وتبتري تدخل في دور وأسواسه ودوت مش هو دوت المراد شرع أنت بدل اهتمت بيها بما تستطيع وانت كمان بتقول أن أنت كنت مريض إذا كنت اهتمت بيها بما تستطيع إن شاء الله ليس عليك إثم ولكن أنت عليك دلوقتي واجبات عليك واجبات أن أنت تدعو لها وتستطيع إن شاء الله أن أنت ترسل لها هدايا بأن أنت تتصدق عنها إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لها ويوسع في قبرها ويجعل قبرها منزلا للأنوار ومهبطا للأسرار ويستقبلها كما يستقبل الأبرار إن شاء الله الأمر الثاني السؤال الثاني اللي حضرتك سألته هو مسألة أن حضرتك بتتكلم على أنها توفيت وهي بتبتسم إن شاء الله ده يكون من عاجل البشرة وإن شاء الله ربنا يجعلها في المكرمين ويجعلها في المحبوبين إن شاء الله أستاذ صابرين تتفضل أستاذ صابرين أستاذ صابرين تتفضل أتمنى على حضرتك إن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من تلفون لا تكرم أيوة سلام عليكم تفضلي أيوة سلام عليكم عليكم سلام عليكم نوطي التلفزيون أنا وطيت التلفزيون كده تفضلي يا أستاذ كده تمام هو أنا مش صغيرة ومش شابة زي الشباب ولا يعني خلاص أنا بودع أنا عندي 65 سنة وبيني أديك الصحة يا رب وبيني أديك الصحة مع حسن العمل إن شاء الله أنا كنت في فترات بقدر درس حضرتك في أكتوبر مع بنتي طيب أنا من ساعة ما اتجوزت ما شفتش تقدر تقول عايشها الواحد كده في دنيا أحاول أصلا أي ناحية ما فيش فايدة تمام مرد بسعب كتير الحمد لله الحمد لله طلعت بنت وولد الكل بشاء له بحزن الخلق عدي بالك بس حاجة صابرين أنا بس عايزك تهدي بالك ليه تهدي بالك لأن الحقيقة يعني الحياة كلها تحت رحمة ربنا يعني الدنيا كلها مش أقول من فاتح الدنيا كلها يوسعها مولانا علينا ويخلق لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرة بدعي 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 ومنتظر التوسيع على حد ما بقى عندي خمسة وستين سنة الحمد لله الحمد لله على كل حلوة أنا منتظر برضك ربنا حيكرمي إن شاء الله حيكرمي في ولادي إن شاء الله بس إدعي البنتي بس ربنا يفرجها عليها برضو إن شاء الله ربنا يفرج عليها ويرزقها ويوسع عليكم إن شاء الله ويترب تفضيك يا رب وفا إبني في غربته إن شاء الله الحمد لله أنا رضي اسأليني بقى سؤالي حاجة صبري أنا كل اللي حضرتك قلت عليه بالاحتراق والتضحية وهذا حصل معايا درجة إن أنا في يوم الأيام في وقت من الأوقات كنت بكره إن زوجة مسلمة وبنت مسلمة لراجل مسلم يعني بابايا كان مسلحين راجل بمعنى كلمة بس صعب جدا مع البنات معايا يعني أنا الوسطنية وبعدين اتدولت جوازة يعني ما يعلم بيها إلا ربنا بس الحمد لله رادي وربنا رزقني بنت زي الأمر وولد زي الفل طيب أقول إنت عايزان أقول طيب أستاذ حاجة صبري إنت عايزان أقول لك تعملي إيه أقول لحضرتك على طول دلوقتي وحقول لحضرتك وسؤال عندي سؤال رضالي أنا وصلت درجة إن أنا مش متقبلة أي علاقة مع عجودي نحن الآن على المعاشر وعادينا نحن الثنين في البيت عاكل أقول لحضرتك تعملي إيه بس أيوة بس يعني كده تأديت واجب أنا مش عايزة حاجة بس عايزة يرحمني في الحتة حاضر حاضر أقول لحضرتك أقول لحضرتك بص حاجة صبرين عشان الوقت يجري مننا أنا أقول لحضرتك حاجة حتى لو حتى لو كانت العلاقة دي تأديت واجب أنا عارف إن أنت من جوة أعود وتكلم وأنا بكلم لحضرتك حضرتك أن العلاقة دي 80% عند المرأة دي مشاعر و20% عند الرجل لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقدم إلى أنفسنا من التقدمة إن إحنا نقدم إن إحنا نجبر الخواطر الست محتاجة جبر الخواطر يا سيدي فعشان كده لابد أن أنت تعمل ده الأمر الثاني والمهم أنت يا ستي الله سبحانه وتعالى استجاب لك ويكرمك ويسع لك وإن شاء الله سبحانه وتعالى كل هذا سيكتب لك في ميزان حسناتك ولكن أنا مصر استمر في الكلام زي ما النهاردة تكلمنا أقفوا وتكلموا مع بعض وخلوا في حوار بينكم عشان أهو في علاقة خاصة الراجل بيحبك ممكن نستثمر ده ونتكلم مع بعض ونبتدي نتخلص من مشكلات الاحتراق نتكلم مع بعض كمان لازم مع بعض نحاول بقدر إن كان نسنا عن ذكرات جديدة نمتن لبعض ولازم كمان نقترب من بعض ونحتضن ولذلك نستطيع إن احنا نستثمر ده وإن شاء الله سبحانه وتعالى نظر إلينا ربنا كريم ربنا سبحانه وتعالى واسع العطاء وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يملى بيوتنا بركة ونور وفتح وجمال يا جميل جمّل قلوبنا وجمّل أخلاقنا وجمّل بيوتنا بنظرك إلينا بمددك إلينا وجعلنا يا ربنا من الراضين المرضيين السعداء المسعدين يا رب العالمين أكرمنا برضاك في كل وقت وحين شكراك فينا ترجمة نانسي قنقر شكرا